من حيث انتهت الحروب الصهيونية السابقة على غزة بدأ الكيان الصهيوني حربه الحالية فلقد كانت قوة الاحتلال تلجأ إلى قصف المدنيين وقتل النساء والأطفال في وقت متاخر من الحرب بعد أن تعجز عن مواجهة كتائب المقاومة فتلجأ إلى هذه الجرائم للضغط على المقاومة وفرض وقف للحرب أما هذه المرة فقد بدأ تالة الحرب الصهيونية منذ اليوم الأول بقتل المدنيين واستداف الأبراج السكانية في غزة مما يكشف عن عمق الأزمة التي يواجهها نتنياه داخليا ويكشف أيضا عن قدر متجاوز لتقليل الإجرام الصهيوني الذي يأمن العقابة الدولية مستندا إلى دعم أمريكي مطلق فمع انتقادات أمريكية وصفها محللون بالخجولة لاستداف المدنيين في غزة ولتهجير سكان حي شيخ جراح في القدس المحتلة إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد ليصرح أن ما يرتكبه الاحتلال من جرائم في غزة هو دفاع عن النفس تصريحات سبقتها دعوات وجهها أعضاء في الكونغرس إلى الرئيس لممارسة ضغوط دبلوماسية على الكيان المحتل لمنعه من تهجير الفلسطينيين من أماكنهم في حي شيخ جراح بمدينة القدس المحتلة عادين تلك الممارسات جريمة حرب لكن نفوذ اللوب الصهني في الولايات المتحدة يبدو أكثر قوة من صوت نواب الكونغرس الذين تجهلهم بايدن مانحا نتنياهو الضوى الأخضر لمواصلة انتهاج سياسة الأرض المحروقة في الحرب على الفلسطينيين في غزة ولعل ذلك ما دفع المقاومة إلى تأكيد أن لا خطوط حمرا عندما يتعلق الأمر بحماة سكان غزة وهو ما يعني أن الأيام المقبلة ربما ستشهد تصعيدا عسكريا تحاول به المقاومة إثبات خطأ الحسابات الصهونية وكذلك الأمريكية